جفاف وتلوث في العراق هجر آلاف المزارعين عن أراضيهم وأهلك ملايين الأطنان من الأسماك ودمر التنوع الأحيائي خصوصا في مناطق الأهوار جنوبي البلاد هذا ما أكده ناشطون بيئيون خلال وقفة احتجاجية أمام القنصلية التركية لمطالبة أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية وحملوها مسؤولية الضرر البيئي الكبير الذي أصاب بلاد ما بين النهرين خرجنا اليوم بوقفة سلمية أمام القنصلية التركية وذلك بسبب شحة المياه في العراق الوضع جدا مأساوي وينذر بكارثة بيئية خطيرة فضلا عن مستوى النزوح والهجرة والتغيير الديمغرافي في المناطق أطراف المحافظة أو داخل المدينة وعلى امتداد مسارهما يواجه نهرات جلة والفرات تهديدات بيئية متفاقمة أفقدت مياههما عذوبتها وزادت من معادلات التلوث في النهر لمستويات غير مسبوقة تحولت إلى مصدر تهديد لسلامة وصحة المواطنين أغلب دوائر المجاري في المحافظات ترمي مياه الصرف الصحي في أنهار في نهرية جلة والفرات وخصوصا في بغداد مرورا بالمحافظات وصولا إلى البصرة حتى دعا وزارة الموارد المائية عند دراستها لإقامة السيد قالوا أن مياه شرط العرب غير صالحة للاستهلاك البشرية عواقب التحديات المناخية التي يواجهها العراق لا سيما تلك المتعلقة بندرة المياه تعت مجلس النواب العراقي لاتخاذ إجراءات بغية درء تفاقم المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية القائمة أن حسرت مؤخرا حاجتنا الفعلية بتقل على ألف متر مكعب الثانية اليوم ما يردنا لا يتجاوز ثلاثمائة متر مكعب الثانية فهذا بكل تأكيد سوف يؤثر على نوعية المياه وكمية المياه فبالتالي يجب أن يحترموا ما ورد في القانون الدولي ويعطوا العراق حقوقه بعد الفشل طالبت أنا شخصيا ومن خلالكم أيضا بقطع العلاقات التجارية مع تركيا لإشعارهم بضرورة أنه تأمين حصة عادلة للعراق من المياه وأكدت وزارة التخطيط أن الهجرة إلى المدن زادت بشكل لافت بسبب قلة الإطلاقات المائية في نهري دجدة والفرات فضلا عن تسجيلها اختفاء عدد من القرى نتيجة التغيرات المناخية وانعدام فرص العمل